باركو كله تمام الحمد لله خلينا أبدأ مع حضرتك أستاذ جمال مباشرة النهاردة كان أمبارح كانت مباراة خسرنا نقطتين وحاخد رأي حضرتكم ثم اجتماع للجنة التخطيط اليوم ثم اجتماع كابت خطيب مع المدير الفني مستر مرسيل كولر ومدير الكورا كابتن خالد بيبو طبعا الاجتماعين غاية في الأهمية لأن التوقيت محتاج تدخل فعلا من لجنة الكورا وكابتن محمود الخطيب في هذا الأمر لأن المسألة أصبحت مقلقة للناس كلها يعني حتى الناس اللي مش بتحب الآلي مستغربة هي اللي بيجرى يعني لغاية النهاردة هذا الموسم الآلي لعب خمستاشر مباراة ثمان انتصارات وسبعة ما بين تعادل يعني خمسة واثنين خمسة تعادل واثنين هزيمة طبعا كتير جدا على النادي الآلي هذا المعدل في التوقيت الأولايل ده عشان كده بنقول ان ضروري جدا ان لجنة الكورا وقيادة كابتن الخطيب كان لازم تعقد هذا الاجتماع وزي ما عرفنا انه الهدف من الاجتماع هو التعرف من كولر نفسه على نازل تباين المشتوى ايه اه يعني ايه الاسباب نفس اللعيبة مدعمين كمان بلعيبة جدد اداء متباين والاداء المتباين ده اكتر يعني يعني مش مثلا اداء سيء فانت عارف فبتتعامل معاه لا انت ممكن ما بين مباراة واخرى الشكل بيتغير صحيح والنتائج بتتغير وبعدين ده بيوفقدك برضو في الفترة الاولى خصوصا في الدوري العام انت محتاج كل نقطة خصوصا ان انت بتلعب وانت تعلم ان جميع الفرق اللي هتلعب ضدك هتلعب بطريقة اميل او دفاعية بحتة فلازم يبقى عندك الحلول والمقترحات يعني انبارح في المباراة خمستاشر ضربة ركنية للنادي الاهلي صحيح لم يستفد لم يستفد بوحدة فطبعا دي مسألة معناها ان يجب ان يكون هناك تغيير في هذه المنطقة بالزبط بالزبط يعني انت عمال بتهاجم بتهاجم وضاغط الفريق اللي قدامك بالسيناريو مع كل الاحترام يعني سيناريو مكرر فسهل على المنافس انه هو يتصدى لو هو خد قرار زي ما عمل كده كابتن احمد سامي ولعيب السموحة هم حفظين نفس السيناريو وبيواجهوه فطبعا المسألة دي محتاجة اجابات كان الاجتماع مهم طبعا اجتماع الاساسي لجنة الكورة ثانيا الاجتماع مع ميستر كولر وكابتن خالد بيبو لان ضروري جدا هذه الوقفة حتى يعني يبدأ الفريق او يعود مرة اخرى الى مصار الصحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة